زي ما انتو شايفين احنا هو عماشين بالبخخات ويعني بالتعقيم يعني كل الكاميرا بيبل عندنا هنا لابسين ماسكات وجوانسيات وحاجات كده لكن خلونا والجالري طبعا كل الناس اللي في الكنترول روم خلونا نشوف اخر ارقام الكورونا في مصر اذا ارقام جديدة ارتفاع الحالة عندنا تسجيل 33 حالة جديدة ووفاة 4 حالات عندنا وفاة 4 حالات جديدة وتسجيل 33 حالة جديدة اذا عدد الوفيات في مصر وصل كده 14 التقرير بيقول تسجيل 33 حالة جديدة جمعهم من المصريين المخالطين للحالات الايجابية التي تم اكتشافها والاعلان عنها مسبقا وبالاضافة الى وفاة 4 حالات الحالات اللي توفت مواطنة تبلغ من العمر 51 سنة مواطن يبلغ من العمر 80 سنة مواطن يبلغ من العمر 73 سنة ومواطن يبلغ من العمر 56 سنة اذا عدد الحالات الاجمالي دلوقتي في مصر 327 حالة 56 منهم خرجوا يعني او تم شفاقهم و14 حالة وفاة الاعداد بتزيد ايوة ارقامنا مش زي ارقام دول كثيرة لكن الاعداد بتزيد عشان كده لما بتقولوا ان الاعلام بيخوف الناس الاعلام بيقول الحقيقة الاعداد بتزيد 33 حالة النهاردة امبارح كان فيه بس 9 حالات وكنا بنقول ان دي بداية انخفاض واضح انها ليست بداية للانخفاض الاعداد بتزيد ده معناه ايه؟ ده معناه نقعد في بيوتنا ده معناه ان المشاهد اللي احنا شفناها ممكن نشوف الفيديو تاني يا عزب لو سمحت الفيديو بتاع الفرح اللي احنا شفناه وفيديوهات التجمعات شباب عايز الفيديوهات تعت التجمعات لو سمحتوا انه انه المشاهد بتاعت التجمعات لا يمكن ان تستمر التجمعات دي مش بينتحروا هم بس هم بينتحروا بيموتونا لاننا جميعا في نفس المكان دي مركب اللي بيخرمها بيموت ادي المشهد ده لا يمكن ان يستمر هذا المشهد في احدى المحافظات وانا مش عايز اقول اي محافظة عشان الناس ما تتديقش بس احنا عندنا محافظات كثيرة غير ملتزمة غير ملتزمة المشاهد دي مستمرة والله لو بخيت الكولور كله ترجمة نانسي قنقر